السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا انا مرحبا بكم وحلقة جديدة من جوه جول معي. بير كان في مباراة غاية في الاهمية وهي مباراة كريستال بالاس وليبر بول. المباراة ضمن منافسات الجولة الستاشر من البريمير ليج الانجليزي. وانتهت احداث هذه المباراة بفوز نادي ليبر بول خرج الديار بنتيجة اثنين واحد. نادي كريستال بالاس لعب بطريقة اربعة اثنين تلاتة واحد اما نادي ليبر بول فلعب بطريقة اربعة تلاتة تلاتة. نادي كريستال بالاس ابتدى مباراة بتشكيل مكون من سام جونسون رقم واحد في حراس المرمى. خط الظهر عندنا اربعة. تلارين رقم سبعتاشر ناحية اليمين. اتنين قلب دفاع آآ اندريسون رقم ستاشر ومارك جيهي رقم ستة. وناحية الشمال آآ جويل وارد رقم اتنين. ولاعب بي اتنين امامهم آآ ريتشارتز رقم آآ ستة وعشرين وجيفيرسون ليرما رقم آآ تمانية. ولاعب بي تلاتة في الخط الامامي. ناحية اليمين جوردن ايو رقم تسعة. ناحية الشمال شلوب رقم آآ خمستاشر. ولعب في آآ القلب بي هيوز رقم تسعتاشر. ولعب برأس حربة صريح وهو اوديسون ادوارد رقم اتنين وعشرين. اما نادي ليفر بول فابتدى مباراة بتشكيل مكون من آليسون بيكر رقم واحد في حراسة المرمى. خط الظهر عندنا اربعة. ناحية اليمين ارنولد رقم ستة وستين. اتنين قلب الدفاع رقم تمانية وسبعين وفان دايك رقم اربعة. وناحية الشمال لاب بيت سيميكاس رقم واحد وعشرين. لاب تلاتة في نص الملعب سوبستلاي رقم تمانية. وطارو اندو رقم آآ تلاتة. وجرافينبير رقم آآ تمانية وتلاتين. ولاب بي تلاتة في الخط الامامي. ناحية اليمين محمد صلاح رقم احداشر. ناحية الشمال لويز دياس رقم سبعة. اما رأس الحرب الصريح فهو داروين نونس. آآ المباراة ابتدت يمكن سجال بين الفريقتين. آآ آآ كورة كانت منحصرة في نص الملعب. حتى جاءت الديئة سبعة وعشرين. وجاء معها هجمة خطيرة جدا لنادي كريستال بارل أبالاس. كورة من ناحية اليمين عن طريق آآ جوردين آيو. تتلاعب آآ عرضية على القائم البعيد لليرما. اللي انفرض تماما بحارس المرمى آليسون بيكر. يشوتها بيمينه ويصدها آليسون بيكر. الكرة تنط من ايده. وتروح في اتجاه المرمى. تضرب في القائم الايمن لآليسون بيكر. وتطلع ويكمل عليها ويطلعها ارنولد خارج الملعب. ويضيع معها هدف مؤكد لنادي كريستال بالاس في الديئة سبع وعشرين. في الديئة تسعة وعشرين الحكم بيحتسب آآ ضرب الجزاء لنادي كريستال بالاس. كورة كانت مع وطارو آآ آآ اندرو لاعب آآ آآ نادي آآ ليبر بول. يضغط عليه مين آآ هيوز اللي اللي ياخدها ويلعبها على يمينه لآديسون ايدوارد. اللي ينفرد تماما بآليسون بيكر. يدخل فاندايك ويزوقه كده. والحكم يحتسب ضرب الجزاء. ولكن بعد ما اه احتسب الحكم ضرب الجزاء. الفار اه رجعه وراح ويشاف في الفار. ورجع آآ قال الكورة ما فيهاش حاجة. ولغى آآ ضربة الجزاء. آآ لان اه اه الاحتكاك اه كان احتكاك طبيعي ما بين فاندايك وا اه 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 اوديسون ايدوارد كان كده في فالحكم قال الكورة ما فيهاش حاجة خالص ويلغي ضربة الجزاء. وبينتهي احداث الشوت الاول والنتيجة التعادل السلبي بدون اهداف ما بين كريستال بالاس ونادي ليفربون. في الشوت التاني تبديل كده مهم جدا لنادي كريستال بالاس وهو نزول ماتيتا وخروج المهاجم الصريح اوديسون ادوارد. في الديئة تلاتة وخمسين هجمة خطيرة جدا لنادي كريستال بالاس من ناحية الشمال عن طريق شالوب اللي يلعبها عرضية داخل منطقة الجزاء تروح لماتيتا اللي لسه نازل داخل السيكس يارد يتم عرقالته من فان دايك والحكم بيقول ما فيهاش حاجة ولكن يرجع الحكم تاني والحكم يرجع للبار ويحتسب ضرب الجزاء لنادي كريستال بالاس. طبعا موسط اعتراضات كبيرة جدا من نادي آآ ولكن الكرة فعلا ضرب الجزاء لنادي كريستال بالاس. في الديئة آآ سبعة وخمسين يدخل الماتيتا البديل اللي هو عمل ضربة الجزاء وآآ دخل ويحطها بيمينه على شمال آآ آآ محرزا الهدف الاول لنادي آآ كريستال بالاس ليتقدم نادي كريستال بالاس على نادي ليبر بول بنتيجة واحد نشيء بعد مضي حوالي سبعة وخمسين دقيقة من عمر المباراة. في الديئة ستين تبديل مهم جدا لنادي ليبر بول وهو نزول هارفي إليوت بدلا من وطارو اندو. في الديئة خمسة آآ آآ سبعين كرة كده مشتركة ما بين هارفي إليوت وآآ آآ جوردن آيو. الحكم آآ آآ يحتسب فاول لصالح نادي ليبر بول ويشهر الكارت الاحمر لآآ جوردن آيو آآ بعد حصوله على الانزار التاني آآ 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 ليلعب نادي كريستال بالاس آخر ربع ساعة بعشر لعبين امام نادي ليبر بول. طبعا انا عايز اقول ان دي طبعا نقطة تحول كبيرة في المباراة لان نادي كريستال بالاس لحد الديئة خمسة وسبعين كان متقدم بهدف للاشيء. في الديئة ستة وسبعين يعني بعد آآ آآ الطرد بدقيقة كرة ناحية اليمين عن طريق لويس دياس اللي يلعبها عرضية داخل منطقة يشتتها الدفاع وتروح لآآ آآ محمد صلاح عند نقطة الجزاء كده يشوتها بيمينه تخبط فيه الدفاع وتغير اتجاهها وتروح على يمين الحارس آآ مرمى نادي كريستال بالاس ليتعادل نادي آآ ليفاربول مع نادي كريستال بالاس بالنتيجة واحد واحد بعد ستة وسبعين دقيقة من عمر المباراة. في الديئة الاولى من الوقت بدل من الضائع وبالتحديد في الديئة واحد وتسعين قدر نادي ليفاربول انه يخطف الهدف التاني. كرة آآ في نص الملعب تروح لهارفي اليوت اللي ياخدها ويتوغل ويرقص كده ويروح على حدود منطقة الجزاء ومن على بعد خمسة وعشرين يارد يشوت كومبيلة بشماله على شمال الحارس في الزاوية الدايئة. محرزا الهدف التاني اللي يتنتهي المباراة بفوز كبير لنادي ليفاربول على نادي كريستال بالاس بنتيجة واحد اتنين واحد. وطبعا يتقدم نادي ليفاربول الى المركز الاول. عايزين نقول ان هدف محمد صلاح دوت النهاردة في هذه المباراة هو الهدف رقم متين. آآ ده بيدخلوا ضمن عظماء آآ آآ هدفين آآ الدوري الانجليزي على مدار تاريخه. آآ طبعا التسع العظماء آآ غير محمد صلاح هم آلان شيرر وهاري كين ووين روني وأنري كول وسيرجو اجويرو وفرانك لامبرت وتيري هنري وروبي فاولر وآآ جيرمين ديفو وطبعا آآ نجمنا محمد صلاح. آآ كان في مباراة اخرى امبارح في آآ الدوري الانجليزي غاية في الاهمية وهي مباراة استون فيلا ونادي الارسنال وقدر نادي الارسنال انه آآ آآ نادي استون فيلا انه آآ آآ يفوز على نادي الارسنال وآآ آآ يتقدم الى المركز التالتي ممكن المباراة السابقة كانت لنادي استون فيلا كانت مع نادي مانشستر سيتي وقدرت برضو نادي آآ آآ استون فيلا انه يكسب مانشستر سيتي آآ الاسبوع الماضي بنتيجة واحد لشيء آآ طبعا بنتيجة المباراتين دول يصبح ترتيب بريمير ليج كالاتي آآ آآ نادي ليبربول في مركز الاول برصيد سبعة وتلاتين نقطة من ستاشر مباراة يليه في مركز التاني نادي الارسنال آآ ستة وتلاتين نقطة من ستاشر مباراة يليه في مركز التالت نادي استون فيلا خمسة وتلاتين نقطة من ستاشر مباراة يليه في مركز الرابع نادي منشستر سيتي تلاتين نقطة من ستاشر مباراة اما في مركز الخامس. فياا يحتل نادي توتنهام هذا المركز برصيد سبع وعشرين نقطة من ستاشر مباراة. امبارح كان في اا مباراة مهمة جدا في ااا ااا في بطولة الكونفدرالية الافريقية وهي مباراة نادي الزمالك ونادي سجرادة. ودي كانت في الجولة التالتة اا في مجموعة نادي الزمالك. وقدر نادي الزمالك انه يخطف آآ هدف آآ لأحمد سيد زيزو في الديئة اتنين واربعين. آآ ليصبح رصيد نادي الزمالك تلات نقط آآ آآ تسع النقاط من تلات مباريات بالعلامة الكاملة. ويتصدر نادي الزمالك مجموعته. ويمكن نادي الزمالك عاوز نقطة وحيدة آآ تضمن له آآ التأهل الى الدور القادم. آآ آآ الف مبروك لنادي زمالك. آآ دي كانت آخر حاجة معنا النهاردة. نلقاكم في حلقة قادمة من جوة جول مع يحيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.